بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسعد الله وأوقاتكم أيها الإخوة الكرام بكل خير مع المحاضرة الرابعة من سلسلة الخلافة الراشدة عهد الصديق والفاروق في هذه المحاضرة بعون الله تعالى سنتحدث عن الإدارة الداخلية في هذه المحاضرة سنتحدث عن الإدارة الداخلية في عهد الصديق رضي الله عنه فنتحدث عن القضاء والولايات أو إدارة البلاد التابعة للدولة الإسلامية ونتحدث عن جيش أسامة وعن حروب الردة بقدر ما يصعفنا الوقت بداية نتحدث عن القضاء في عهد الصديق رضي الله عنه يعتبر عهد الصديق رضي الله عنه امتداداً للعهد النبوي بالنسبة للقضاء وتظهر أهمية العهد الراشدي في أمر القضاء بأمرين أساسيين الأمر الأول المحافظة على نصوص العهد النبوي في القضاء والتقيد بها والسير في ركابها والاستمرار في الالتزام بها فالعهد الراشدي هو عهد تطبيق للقضاء النبوي وتطبيق للنصوص الشرعية في القرآن والسنة من الأمور التي حدثت في العهد الراشدي وضع تنظيمات قضائية جديدة لترسيخ دعائم الدولة الإسلامية الواسعة ومواجهة المستجداد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقضي بنفسه إذا عرض له قضاء ولم تفصل ولاية القضاء عن الولاية العامة في عهده رضي الله عنه ومع ذلك كان الصديق رضي الله عنه قد عين عمر بن الخطاب كوزيرا للقضاء في عهده يستعين به في بعض الأقضية وكما أنه أقر معظم القضاءات الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلهم إلى البلدان المختلفة التابعة للدولة الإسلامية مصادر القضاء في عهد الصديق رضي الله عنه المصدر الأول القرآن الكريم فإذا عرضت عليه قضية نظر في كتاب الله فإن وجد قضاء بذلك فإذا لم يجد المصدر الثاني السنة النبوية ويندرج في السنة النبوية أقضية النبي عليه الصلاة والسلام المصدر الثالث استشارة أهل العلم والفتوى وهو ما يسمى بالإجماع فإن لم يجد يجتهد رأيه وذلك عند عدم وجود كتاب أو سنة أو إجماع فالصديق كما قلنا إذا أعياه سألا إذا عرضت له قضية نظرة في الكتاب فإن لم يجد نظرها قضى بذلك بقضية من مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد سأل الناس هل علمتم أن النبي قضى في ذلك بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الله ويقول الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ سنة نبينا فإن أعياه دعا رؤوس الناس وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع أمرهم على شيء قضى بذلك وكانت الشورى زمن الصديق شورى ملزمة فلم يكن يخرج عن أقوال الناس فإن لم يجد يجتهد رأيه في ذلك وكان رضي الله عنه يتثبت في قبول الأخبار فعن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس ميراثها فقال لها ما أجد لك في كتاب الله شيئا أو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السلس فقال هل معك من أحدين أو أحد فشهد ابن مسلم بمثل ذلك فأنفذه الصديق رضي الله عنه فكان رضي الله عنه إذا نقل له الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ به إلا إذا شهد له شاهد آخر فهو من الاحتياط في قبول السنة من الأقضية التي قضى بها الصديق رضي الله عنه عن قيس بن حازم قال حضرت أبا بكر الصديق فقال له رجل يا خليفة رسول الله هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجداحه فقال أبو بكر إنما لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة رسول الله أليس قال رسول الله أنت ومالك لأبيك فقال أبو بكر إرضى بما رضي الله به يعني باختصار ولد اختلف مع أبيه وأراد أن يأخذ مال ابنه فاشتكى الابن على الوالد فقال له الصديق لك النفقة تأخذ نفقتك واحتياجاتك فاحتج الأوالد بأن النبي قال أنت ومالك لأبيك فقال له الصديق لك النفقة فقط وقضى له بالنفقة فقط من الأقضية أيضا أن رجلا عضى رجلا عضى شديدا فانتزع يده فخرجت ثنيات العاض فجاء إلى أبي بكر يطلب الدية أو الأرش على أسنانه فقال أبو بكر نيابك هذه هدر أهدرها ولم يقدر له دية لأنه هو المعتدي من الأمور أيضا أن رجل وقع على جارية يعني زنى جارية بكر فأحبلها ثم اعترف بنفسه على نفسه بالزنى فقام أبو بكر بجلده مئة جلدة ونفاه إلى فدك ولم يجلب الجارية ولم ينفي لأنها كانت مكرهة ثم زوجها إياه بعد ذلك وأدخله عليها من المسائل أيضا التي قضى بها أبو بكر الصديق أن عمر بن الخطاب طلق امرأة أنصارية كانت زوجة له وهي أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحسر في مكة ولقيه قد فطمة ومشى فأخذ بيده لينتزعه منها يعني زوجته المطلقة تمسك بيد ابنها وتمشي معه فجاء عمر يريد أن يأخذ ابنه من زوجته المطلقة ونزعه إياها فبكى الغلام وقال أنا أحق بابني منك فاختصمت معه إلى أبي بكر الصديق يعني رفعت خضيتها إلى أبي بكر الصديق فقضى الصديق بالحضانة للمرأة وقال ريحها وحجرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه يعني الحضانة قضى أبو بكر الصديق بالحضانة لأم كما رأينا قلنا كان القضاء في عهد الصديق امتدادا للقضاء النبوي وتعتبر الأقضية الصديقية موئل للباحثين ومحط لأنظار الفقهاء وكما قلنا مارس أيضا الولاد مجموعة من الأقضية في عهد الصديق رضي الله عنه وفي عهد الصديق ظهرت مصادر جديدة للقضاء من ذلك ما يسمى من مصادر القضاء القرآن طبعا هذا مصدر أساسي والسنة والإجماع والقياس والسوابق القضائية والرأي والاجتهاد مع المشورة وكان من آداب القضاء زمن الصديق رضي الله عنه حماية الضعيف ونصرة المظلوم والمساواة بين الخصوم وإقامة الحق والشرع على جميع الناس ولو كان الحكم على الخليفة أو الأمير أو الوالي وكان القاضي في الغالب يتولى تنفيذ الأحكام إن لم ينفذها الأطراف طوعا وأختيارا وكان الحكم فوريا يعني محكمة مباشرة ما فيه درجات للمحاكم يصدر الحكم وينفذ مباشرة ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى